الحمد لله الذي تفضَّل على عباده، ففصَّل لهم الحقوق والواجبات، ورضيَ لهم الأعمال الصالحات، وكرِهَ لهم السيئات، ووعدَ الصالحين بالخيرات وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مُجيبُ الدعوات، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه المُؤيَّدُ بالمُعجِزات اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد، وعلى آله وصحبِه الناصرين لدين الله بالجهاد، والحُجج والبيِّنات أما بعد، فاتقوا الله، فاتقوا الله فلا تضيِّعُوا فرائِظة، ولا تعتدُوا على حُدودِه، فقد فازَ من اتَّقَى، وخابَ من اتَّبَعَ الهواء عباد الله، اعلموا أن أعمال العباد لهم أو عليهم لا ينفعُ الله طاعة ولا تضرُّه معصية، قال الله تعالى من عمِل صالِحًا فلنفسِه، ومن أساءَ فعليها، ثم إلى ربِّكم تُرجعون وقال تعالى من عمِل سيئةً فلا يُجزَى إلا مثلها، ومن عمِل صالِحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنَّة يُرزقون فيها بغير حساب وقال عزَّ وجل في الحديث القدسي، يا عبادي، إنكم لن تبلُغوا ضرِّي فتضرُّوني، ولن تبلُغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، إنما هي أعمالُكم أحصيها لكم، ثم أوفِّيكم إياها فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلِيَحْمَدِ اللَّهِ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ رواه بُسْلٍ من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأداء الحقوق الواجبة على العبد نفعها في أول الأمر وآخره يعودُ إلى المُكلَّف بالثواب في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وقال تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا والتقصيرُ في بعض الحقوق الواجبة على المُكلَّف أو تضيعُها وتركُها بالكلِّية يعودُ ضررُه وعقوبته على الإنسان المُضيِّع للحقوق المشروعة في الدين لأنه إن ضيَّع حقوق رب العالمين فما ضرَّ إلا نفسه في الدنيا والآخرة فالله غنيٌّ عن العالمين قال تبارك وتعالى إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفُقراءُ إلى الله والله هو الغني الحميد وقال عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وقال تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وحق الرب وحق الرب الذي يجب حفظه هو التوحيد وقد وعد الله عليه أعظم الثواب قال تبارك وتعالى وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ومن ضيع حق الله عز وجل بالشرك به واتخاذ وسائط من دون الله يعبدهم ويدعوهم لكشف الضر والكربات وقضاء الحاجات ويتوكل عليهم فقد خاب وخسر وأشرك وظل سعيه لا يقبل الله منه عدلا ولا فدية ويقال له ويقال له ادخل النار مع الداخلين إلا أن يتوب من الشرك وفي الحديث يقال للرجل من أهل النار لو أن لك ما في الأرض هل تفتدي به هل تفتدي به من النار يقال للرجل من أهل النار لو أن لك ما في الأرض هل تفتدي به من النار فيقول نعم فيقال له قد أمرت بما هو أيسر من ذلك أن لا تشرك بالله شيئا رواه البخاري وإن ضيع وإن ضيع المكلف وترك حقوق الخلق الواجبة فقد حرم نفسه من الثواب من الثواب في الدنيا والآخرة وعرض نفسه للعقاب وإن قصر في بعضها فقد حرم من الخير بقدر ما نقص من القيام بحقوق الخلق والحياة والحياة تمضي بما يلقى الإنسان من شدة ورخاء وحرمان وعطاء ولا تتوقف الحياة على نيل الإنسان حقوقه الواجبة له وعند الله تجتمع الخصوم فيعطي الله المظلوم حقه ممن ظلمه وضيع حقه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم وأعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حقوق الوالدين وأعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حقوق الوالدين حقوق الوالدين ولعظم حقهما ورحقوق الوالدين ورحمهما كما ربيان صغيرا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلكات قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ورضاعه آية من آيات الله والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه ويتحملان قدارة الولد ليسعد ويعلمانه ليكمل ويستقيم ويحبان أن يكون أحسن منهما فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين ولا تعجب من كثرة الوعيد في عقوقهما ولن يبلغ ولد كمال البر بالوالد مهما اجتهد وبذل إلا في حالة واحدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشدريه فيعتقه رواه مسلم وأبو داود والترمذي والوالدان والوالدان بابان من أبواب الجنة من برهما دخل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم أيها المسلم أيها المسلم إذا رضي عنك والدك فالرب راض عنك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضى الله في رضى الوالد وسخط الله في سخط الوالد حديثٌ صحيح الرواه الترمذي والحاكم في المستدرك وقال حديثٌ صحيح وبرُّ الوالدين وبرُّ الوالدين هو طاعتُهما في غير معصية وإنفاذُ أمرِهما ووصيَّتهما والرفقُ بهما وإدخالُ السرور عليهما والتوسعةُ عليهما في النفقة وبذلُ المال لهما والشفقة والرحمة لهما والحزنُ لحزنِهما وجلبُ الأُنس لهما وبرُّ صديقِهما وصلةُ وُدِّهما وصلةُ رحمِهما وكفِّ جميعِ أنواعِ الأدى عنهما والكفُّ عما نهيَا عنه ومحبَّةُ طولِ حياتِهما وكثرةُ الاستغفارِ لَهما وكثرةُ الاستغفارِ لَهما في الحياةِ وبعدَ الموتِ وفي الحديثِ إنَّ من أشراط الساعةِ أن يكونَ المطرُ قيضًا والولَدُ غَيضًا وأن يفيضَ الأشرارُ فيضًا وأن يغيِضَ الأخيارُ غيضًا ومن أعظم العقوق للوالدَين تحويلُهما أو تحويلُ أحدِهما إلى دارِ المُسنِّين وأخراجُهما من رعايةِ الولَد والعياذُ بالله وهذه ليست من أخلاقِ الإسلام ولا من كرمِ الأخلاق ومن أعظم العقوق التكبُّرُ على الوالدَين والاعتداءُ عليهم بالضرب أو الإهانة والشتم والحِرمانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّ الجنَّة يُوجَدُ ريحُها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجِدُ ريحَها عاق رواه الطبارني قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُسْرِكُ بِي شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا بارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنَ العظيمُ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْبِكِرِ حَكِيمُ وَنَفَعَنَا بِهَدِي السِّيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَقَوْلِهِ الْقَوِيمُ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَالْمُسْلِمِينَ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله حق التقوى وتمسَّكوا من الإسلام بالعروة الوثقى عباد الله إن حقوق الوالدين مع ما في القيام بها من عظيم الأجور والبركة فهي من مكارم الأخلاق وأكرم الخصال التي يقوم بها من طابت سريرته وكرم أصله وزكت أخلاقه وطابت أعماله وجزاء الإحسان الإحسان والمعروف حقه الرعاية والوفاء والجميل يقابل بالجميل ولا ينكر المعروف والجميل إلا منحط الأخلاق ساقط المرؤة خبيث السريرة قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان ما تعملون بصيرا وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا وعن يحيى عليه السلام وبرًّا بوالدين ولم يكن جبارًا عصيًّا وقال عن الشقي الهالك الخاسر والذي قال لوالديه أُفِّل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحقُّ الناس بحُسن صحابتي؟ قال أمُّك ثم أمُّك ثم أباك ثم أدناك فأدناك رواه البخاري ومسلم عباد الله إن الله وملائكة يصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلَّى عليَّ صلاةً واحدة صلَّى الله عليه بها عشرًا فصلُّوا وسلِّموا على سيِّد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارِك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وسلِّم تسليماً كثيراً اللهم وارضَ عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعوا اللهم وارضَ عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والآل أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وارضَ عنا معهم بمنِّك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارضَ عنا معهم بمنِّك وكرمك ورحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنَّة نبيك يا رب العالمين اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله ولو كره المشركون يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنَّة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا وذرياتنا من المتمسكين بسنَّة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنَّة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتُقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أن تعلم به مننا أنت المُقدِّم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعِذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده وذريته وأوليائه وجنوده يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم أعِذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم وجنوده إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تقضي دين المدينين من المسلمين اللهم اقضي دين المدينين من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعِذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعلي كلمتك اللهم نسألك أن تعلي كلمتك وتنصر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم أذل البدع يا رب العالمين إلى يوم الدين اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعينه على كل خير اللهم ارزقه الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلادنا من كل شر نمكروه اللهم أطفئ الفتن اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والأصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وتولى أمر كل مسلم ومسلمة اللهم ارحم المستضعفين المنطهدين من المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل دائرتك على من ظلمهم واضطهدهم في دينهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعجل بنصرك لكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتياد القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ترجمة نانسي قنقر